في ثلاثة أسباب رئيسية هي ملخص دراستين الأولى بريطانية والثانية كورية هل ثلاث أسباب الرئيسية هي اللي تخلي المراهق سواء كان شاب أو فتاة يفكر في الانتحار أو يأذي نفسه طيب شنو هي الأسباب الثلاثة الرئيسية خلنا أخذ في البداية الدراسة البريطانية الدراسة البريطانية طبعا هي عملت عام 2024 وصرت لنتيجة أنه واحدة من الأسباب اللي تخلي الشاب المراهق أو تخلي الشاب يفكرون بالانتحار ويأثون نفسهم المشاكل النفسية يعني القلق، الاضطراب، الخوف الخوف يعني داخل البيت من الوالدين، من الصراخ، من الضرب، من الحبس هذه واحدة من الأسباب السيب الثاني، السيب الدراسة يعني إما مثلا يكون فيه ضقت دراسي أو ما يتوفقون في الدراسة أو يتعرضون لتنمر في المدارس فيبدي الشاب أو الفتاة يفكرون إن شون أتخلص من نفسي أو شون أذي نفسي أو شون أفكر بالانتحار هذا السيب الثاني السيب الثالث وهو سبب أبناء الأسر المنفصلة والمطلقة طبعا انتبوه لي ترى ثلاث أسباب كلها خطيرة سواء السوشال ميديا وهو سبب الأول أو سبب الثاني موضوع الدراسة أو السبب الثالث اللي هو أبناء الأسر المنفصلة والمطلقة طبعا الدراسة تقول أنه أغلب الشباب والبنات اللي فكروا بالانتحار أو فكروا يأذون نفسهم أعمارهم بين 12.5 و 18.5 يعني من يصير الطفل عمره 12.5 إلى عمره 18.5 تبدي تيل لهذه الأفكار وين النقطة هني شلون إحنا نحافظ على عيالنا وشلون نحميهم وشلون نستوعبهم هني إتي عاد مسألة المصادقة الولد أو البنت اللي صار عمره 12 13 14 المصادقة الوالدية مهمة أطلعوا إياهم ألعبوا إياهم أسولف معاهم أشاركهم في هواياتهم أشاركهم في همومهم أشاركهم في أنشطتهم شوفوا إبراهيم عليه السلام لما فكر يبني الكعبة ويبني القواعد من استعان؟ استعان بي ولده إسماعيل ووقتها ترى كان بهالسن بين 12 و 18 فالسن هذا سن مهم أن نحن نكون قريبين من عيالنا اليوم عيالنا في هالمرحلة العمرية كل واحد منهم قاعد يدخل غرفته وسكر بابه ويقعد مع تلفونه وعايش مع الانترنت في عالم خارجي وبعدين ينصدم الأب والأم بإما حاولت البنت تأذي نفسها أو حاول الولد يأذي نفسها أو يهرب من البيت إذن كل الأفكار الانتحارية اللي قاعد تروج في المسرسلات في الأفلام تروج في السوشال ميديا ممكن يأخذونها عيالنا إذا احنا بعاد عنهم أما إذا احنا قريبين منهم لا نسولف معاهم نتحاور معاهم نأخذه نعطي معاهم نبين لهم شون أن الانتحار حرام ونبين لهم شون أنه جسدك هذا ليس ملكك جسدك ملك لرب العالمين هو عطاك يا أمانة ولذلك في التربية الأجنبية والغربية شي ربون الأطفال جسدك ملكك لا إحنا كمسلمين عندنا الجسد هو ليس ملكنا جسدنا هذا أمانة الله عز وجل عطاننا ياه ولذلك مثل ما هذا الجسد أمانة لازم أحافظ عليه ولازم أنا ما أذي نفسي ولا أنا أفكر بالانتحار إنسولف مع عيالنا سواء من الجانب الديني أو من الجانب الاجتماعي أو من الجانب النفسي لأن شوفوا أنا قاعد أقرأ ترى دراسات كثيرة هذه الدراسة البريطانية اللي أمامي شو تقول ونسبتهم عالية على فكرة اللي يفكرون بالانتحار ويأذون نفسهم والدراسة الكورية نفس الشي الدراسة الكورية شون شون طلعت طلعت أن نسبة البنات أكثر يأذون نفسهم بينما نسبة الشباب أكثر في الانتحار لكن شافوا أن أكثر وسيلة للبنات في التفكير بإيذاء النفس أما يأخذون أدوية أو يجرحون إيدهم وأكثر وسيلة بالنسبة للصبيان يقطون نفسهم من مكان عالي هذه خلاصة الدراسة الكورية فإذن مرة ثانية عيالنا أمانة في رقبتنا وخاصة في هذا العمر لا تتركونهم تابعوهم صادقوهم حبوهم احضنوهم كونوا معاهم وحتى لما يدخلون في مزاج يعني مضطرب حاولوا تهدونهم وتستوعبونهم حتى لما يقولوا لكم أنتم ما تحبونا أنتم ما تثقون فينا لا تعصبون لا تتوترون قولوا لهم إحنا نحبكم إحنا نثق فيكم بس يا بابا شوف المجتمع وين رايح شوف المشاكل اللي قاعدة تصير إحنا أمكم وأبوكم نساعدكم إحنا دورنا حمايتكم إحنا دورنا ننصحكم وتكلموا معاهم بلطف حتى تكون العلاقة علاقة قوية وفيها محبة